شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم في رئاسة مجلس الوزراء في أبوظبي بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي عهود بن خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة شهد توقيع اتفاقيتين لوزارة الداخلية مع وزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ممثلة في برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتوفير بيئات آمنة للعمل والتعلم في المؤسسات التابعة لوزارة التربية ولضمان سلامة الطلاب والعاملين فيما تهدف الاتفاقية الثانية إلى تطبيق مؤشر السعادة في مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للوزارة وتطبيق المؤشر على باقي قنوات تقديم الخدمة الذكية والإلكترونية لقياس سعادة المتعاملين